أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني أنا دائما أدعو الله تعالى أن يحفظني وأستودعه صحتي ومنزلي وعملي ولكن قبل شهرين فقط عملي هل من توضيه يعني بخصوص هذا المعنى أني أستودع الله شيء وأفقده أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا بالنسبة للإنسان نعم يجوز له أن يستودع الله جل وعلا نفسه أولاده أمواله بيته طيب هذا من جملة الأدعي وهذا السبب من الأسباب يبذله الإنسان واضح هذا السبب من الأسباب والله جل وعلا إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى لكن يبقى من جملة الأسباب تنتبهين لماذا أقول من جملة الأسباب بمعنى أنه إذا سبق القدر فلا ينفع الأسباب الأسباب هذه ما تنفع إذا سبق القدر ولذلك الآن تجد بعض الناس يعني مثلا ملتزم بأنظمة السير مثلا سير المرور يعني في الحزام وفي السرعة وفي كذا يجي حادث لماذا لأن الله تعالى قدر هذا قدر هذا في علمه سبحانه وتعالى وكتبه قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام فلذلك بارك الله فيك لا بد أن تفهمي مسألة وهي أن الإنسان عليه بدل السبب والله عز وجل هو الذي بيده الأمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أفضل منهم توكلا على الله ما فيه ما في أفضل ولا أعظم من الأنبياء توكلا على الله واعتماد عليه وتفويض الأمر إليه ومع ذلك يحصل لهم أشياء في حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له حوادث كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام فأنت يظهر والله أعلم أنك فهمت بأنه خلاص ما دمت قلت الله من يستودعك بيتي وأولادي ووظيفتي أنه لا بد ما يحصل شيء هذا كلام غريب جدا قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت ما تدرين الآن أنت فقدت وظيفتك ما تدرين لو بقيت في هذه الوظيفة قد يكون هناك شر كبير ولو كشف لك الغطاء وكشف لك الغيب لرأيت عظيم فضل الله عليك وأن الله تعالى أراد بك خيرا هكذا المؤمن يفسر هذه الأشياء وهذا لا يعني أن الإنسان ينقطع عن سؤال الله الحفظ والستر ويستودع الله عز وجل ما ينقطع الإنسان لكن هذه أسباب مجرد أسباب أرأيت الآن مثلا الرقية الشرعية الإنسان يقرأ الرقية الشرعية على نفسه أو على غيره بالآيات القرآنية التي الله عز وجل أنزلها شفاء ومع ذلك أحيانا قد تؤثر وأحيانا قد لا تؤثر هي سبب مجرد أسباب واضح بارك الله فيك